معينا شيما اهلا وسهلا سامعيك عليكم السلامة فضال انا والله بيحب البرنامج بتاعها يكون كل سلامة طيبين انت طيبة طيبة اه فيس تفسار للشيخ معيك اه قولي سؤالك اه اول حاجة انا بني وبني سلفتي ما فاك لا بص احنا مش سامعين طبعا ليه صوتك اه بني وبني سلفتي ما فاك تمام اه ولادها بيجوا عندي عادي وعازوا يأكلهم بأكلهم وشربهم طب بنتي تنزل عندها بيتردوها اه اه فانا عايزة اعرف ده ايه يعني انا غلط ولا صح وفيه سؤالتين طب والمشاكل اللي بينكو دي عملت مشكلة بين الاخوات لأ اه جوزي يعني يقول لي ما لناش دعوة بكم اه يعني جوزي بيطقي ربنا يعني يقول لي ما ليش دعوة بالمشاكل الحارية طيب طيب تمام اه فيه سؤالتين اه 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 بالنسبة انا من نوع اللي انا بحب ان انا ايه لو اه زعلانا ما حد اقول انا زعلانا منك كذا وكذا اه هم هنا بيقول لي لا انت كده غشيمة اه عايزيني تلون زي ما هم بيتلونهم اه عايزيني عايزيني يقول في الشهم انتو انت حانهم وهم وانا بقى وحشة من وراها وانا مش كده انا عايزة فما عامل ايه انا حيرانة في وسط ده كله ميش حاببتي انا مش سامع من الولد بقى فقولي لي بسئلة طيب هي وسلفتها متخنقين مع بعض اه فسلفتها لما ولد سلفتها يعني يطلعوا عندها هي بتتخلهم وبتأكلهم وتشربهم عادي لكن بنتها لما بتنزل ما بيتردوها اه هم عايشين في بيت واحد يعني اه من عصى الله فينا نتق الله فيه هي عملت كده مع بنتك وانت عملت معها بالمعروف وانت اكرمت اولادها اكراما لزوجك واكراما للرحم التي بين زوجك وبين هؤلاء الاولاد فان شاء الله تؤجاري على هذا انما هي نسأل الله للاخت التانية ان ربنا يهديها ودولا اطفال يعني تعامل الاطفال بالمعروف وتعامل الاطفال بالحسنة احنا لسه بنقول كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا ان التبسم صدقه تبسمك في وجه اخيك صدقه طب لما نتبسم في وجه طفل صغير الطفل لا ينسى المعاملة الحسنة ابدا ان احسنت الي تذكر هذه المعاملة فانت جزاك الله خيرا على المعاملة الحسنة والاخت التانية نسأل الله لها الهداية هي كان عندها سؤال تاني ان هي لما بيحصل بينها وبين حد زعل او كده بتواجه او بتتكلم في الموضوع فده بيزود المشكلة اكتر فهما بيقولولها لا احسن النصيحة ان انت يعني ما تقوليش ان انت زعلانة وكده عشان ما تعمليش مشاكل فهي شايف ان ده ده تلون وده مش دكات المعاملة والله المواجهة شيء جميل انها تواجه والمصارحة شيء جميل لكن في بعض الاحيان المواجهة تبقى مشكلة تعمل مشاكل كبيرة فيعني كان في موقف من المواقف بين الامام الحسن ابن علي وسيدنا محمد ابن الحنفية الاثنين اخوات محمد ابن الحنفية اخو سيدنا الحسن من الاب من سيدنا علي فكان بينهم خلاف او مشاحنة فارسل محمد ابن الحنفية الى اخيه الحسن ابن علي قال له ايه السلام عليكم ورحمة الله من محمد ابن الحنفية الى اخيه الحسن ابن علي اما بعد فابي علي وابوك علي وامك فاطمة الزهراء وامي من بني حنيفة وجدك رسول الله وجد من بني حنيفة والنبي يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام فان وصلك كتابي هذا فابدأني انت بالسلام لتنال انت الخيرية والسلام شفت الاخلاق ما احواجنا ان نعود الى هذه الاخلاق ما احواجنا يعني العلماء يقولوا ان الاحسان الى الجار مش ان انا احسن اليه وفقط الاحسان الى الجار ان اصبر على ايذاء الجار امام الشفع رضي الله عنه ارضاه كان له جار ينغص عليه عيشه وحياته فعرض داره للبيع فبيعت بثمن رخيص فقالوا يا امام اتبيعها بهذا الثمن فقال يلومنني ان بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصوا قلت لهم كفوا الملامة انما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا الاخت تواجه ولكن مش في كل الامور تواجه ونسأل الله ان يؤلف بينهم وسعد بيبقى الحل ان الناس تفوت شوية مش كل حاجة تقف عليها حتى الامام الشفع قال لنا وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن حتى لو فارق واحد جايلي منه اذى حقوا عليها السلام السلام عليكم بس سلام ربنا مش اكثر من كده موسيقى موسيقى